فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ومن يشاقق الرسول يكون في شق والرسول في شق يعني يخالف الرسول بحيث يكون هو في شق والرسول في شق آخر من بعد ما تبين له الهدى فهو لم يخالف الرسول عن جهل وإنما خالفه عن هوى أما من خالف الرسول من غير قصد وإنما أخطأ في ذلك وهو يريد الحق يريد الحق لكنه أخطأه فهذا يعذر حتى يتبين له الحق فيجب عليه الرجوع له ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية نعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فإنه إذا تبين له الهدى وبقي على شقاقه فإنه يكون متبعا لهواه لأنه قامت عليه الحجة في هذا دليل على أن الجاهل يُعذر حتى تقوم عليه الحجة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كذلك بعد اتباع كتاب الله والسنة رسوله يتبع الإجماع فإن الإجماع أصل من أصول الاستدلال لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع فبعد الكتاب وبعد السنة يُوخذ بما عليه الإجماع فمن خالف إجماع المسلمين فإنه قد ظل ويتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فإن الله جل وعلا يتركه وظلاله يهيم في الضلال عقوبة له لأنه خالف كتاب الله خالف سنة رسول الله وخالف إجماع المسلمين ففي هذا دليل على حجية الإجماع وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على حجية الإجماع إجماع المسلمين إجماع علماء المسلمين وأن من خالف الإجماع فإنه قد ظل وأنه معرض للوعيد نعم بل قالوا إن من خالف الإجماع يكفر إن من خالف الإجماع فإنه يكفر نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون نعم ما عليه المخالفون لما أنزل الله عز وجل في كل وقت في وقت موسى ومن بعده المخالفون لما أنزل الله فإنهم يكونون ظالين ويكونون مفسدين وإن كانوا يزعمون أنهم مصلحون ولهذا قال جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالإصلاح والصلاح إنما هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه إفساد وإن كان أصحابه يزعمون أنه أنه إصلاح